انطلقت اجتماعات المجلس الاقتصادي والاكتبعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين تحضيراً لعقد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاكتماعي على المستوى الوزاري غداً الأحد وذلك تمهيداً لعقد القمة العربية الثالثة وثلاثين والمقارنة الخميسة المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة وتناقش الاجتماعات تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاكتماعي التنموي العربي المشترك وخطط الاستجابة الطارئة لتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية النتجة عن العضوان الإسرائيلي على دولة فلسطين في أسواق البترولة العالمية خفضت أسعار النفط بفعل تصريحات مسؤول مجلس احتياطي للتحاد الأمريكي التي تشير إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطولة وهو ما قد يعوق الطلبة من أكبر مستهلك الخام في العالم وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت 1.3% لتبلغ 82.79$ للبرميل وانخفض خام وغرب تكسسا الوسيط الأمريكي 1.3% ليبلغ 78.26$ للبرميل كما تراجعت أسعار المزود عالميا بنسبة 1.8% لتصل إلى 2.43$ للتر هبطت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.13% لتسجل 2.25$ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلن وزير النفط العراقية حيان عبدالغاني عدم رغبة بلاده في الموافقة على إجراء أي تحديد لخفض الإنتاج في اجتماع أوبيك المقبل وأكد عبدالغاني خلال تصريحات صحفية على هامش الجولة الخامسة التكملية والجولة السادسة للمناقشات الهايدروكربونية أن العراق نفذ ما يكفي من التخفضات الطوعية لإنتاج النفط ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التواري خلال شهر إبريل الماضي كما واصلت أسعار المنتجين انخفاضها ما يشير إلى تعافي الطلب المحلي وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات ارتفاع المستهلكين ثلاثة من عشر بالمائة في إبريل على أساس سنوي وواحدة من عشر بالمائة مقارنة بأسعار مارس الماضي يتذلك بعد الكشف عن بيانات للواردات كانت أفضل من المتوقع في إبريل ما يشير إلى أن سلسلة من التدابير التي تبنتها البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية ربما حسنت معنويات المستهلكين أعلنت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية الأوكرانية أن نحو 1600 سفينة محملة ب45 مليون طن من البضائع أبحرت عبر الممر البحري الأوكراني منذ إطلاقه خلال الفترة الماضية وذكرت الوزارة أن هذه السفن كانت تحمل منتجات زراعية أوكرانية مخصصة لأسواق المواد الغذائية العالمية لافتة إلى أن حوالي 108 سفينة أخرى اقتربت الآن من مواني منطقة أوديسا لتحملها بأكثر من ثلاثة ملايين طن من المنتجات لأغراض التصدير